والحقيقة القصة مش أجنبي ولا مصري القصة ماذا نريد يعني لما حد بيجي يقول أنا عندي أهداف واحد اتنين تلاتة اربعة من يحقق هذه الأهداف هل يحققها مدرب مين المدرب ده والله لو لقيت المواصفات في مدرب مصري كان بها لو ما لقيتش المواصفات دي في مدرب مصري أذهب لمدرب أجنبي كان بها المشكلة أن أنا بحس أن احنا بنلوي القصة وبناخدها من المنطقة الأخرى اللي هو ايه أجنبي ولا مصري قبل ما نقول طيب ما هي أهدافنا التي نريد أن نحققها ليس فقط بالنسبة للمنتخب الأول ولكن أيضا بالنسبة للمنتخب الأولمبي وبالنسبة لجنة الحكام احنا الوقت بنتكلم على إنه كله أجنبي يعني لو عدينا كمان على الأوفيس بوي ممكن نجيبه أجنبي أي حد بصوا جماعة ما تزهقوناش احنا هنجيب لكم كله أجنبي مش أنتوا انزعقتوا من إيه أب جلال احنا هنجيب لكم كله أجنبي المدير الفني الأول أجنبي المدير الأولمبي أجنبي رئيس لجنة الحكام أجنبي ولو عايز أي حد أجنبي يقول لنا مساء الخير نقول لكم جود إيفنينج من الأول نحط لكم أجنبي عشان تريحونا وتخلصوا نخلص منكم هكذا يفكر الاتحاد وزي ما قلت الدولارات ظهرت فجأة خزنا بقت مليانة دولارات بعد ما كانش فيه فلوس وجبنا إيه أب جلال أنه ما كانش فيه دولارات والحقيقة أنه كان تصريح مش عايزة أقول مهين ولكن كان تصريح سخيف جدا في حق إيه أب جلال اللي بعجله التحية وما أقدرش يعني أحمل إيه أب جلال كل شيء الطريقة اللي أقيل بيها والطريقة اللي جه بيها كلها كله سخيف لكن فجأة الدولارات ظهرت وبقى نقدر نجيب كله أجنبي كله يتحدث الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وكله أنا هشوف الأسادزة أقوله قولي هذا وأترك الرأي الفني للأسادزة ضيوفي كابتن فاتحي مبروك نجم الأهلي ومدرب الأهلي الأسبق أنا ضيوفي النهاردة مدربين الحقيقة مش بس نجوم كورة مدربين وحكام حققوا مع المنتخب وحققوا مع النواديهم يعني بطولات كبيرة كابتن فاتحي مبروك غير أنه لاعب مهم فيه خط وسط النادي الأهلي مدرب للمنتخب في الجهاز الفني بقيادة كابتن جوهري حققوا مع بعض وصلوا للمونديال تسعين وحققوا أيضا بطولة الأمم الأفريقية تمانية وتسعين وتولى قيادة النادي الأهلي خلفا لبونفيرا بونفرير بونفرير وحقق معا لقب كاس مصر وكمان خد الدوري في موسم 14 أهلا بك كابتن كابتن حمادة صدقي برضو نجم الأهلي ومدرب المنتخب الأسبق ويعني غير أنه لاعب للأهلي سبع سنوات مدرب للمنتخب الوطني الأول في جهاز كابتن حسن شحاتة من 2004 إلى 2011 حقق مع كابتن حسن شحاتة لقب أمم أفريقيا ده المعجزة بتاعتنا التلت مرات متتالية ستة وتمانية وعشرة وكان مديرا فنية لنادي سموحة 13 و14 وقضه لوصافة الدوري والتأهل دوري أبطال أفريقيا يمكن لأول مرة في تاريخه ووصل مع نادي سموحة أيضا لنهائي كاس مصر 2014 أهلا بك يا كابتن ويعني صديقنا كابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام الأسبق اللي برضو عايزين يجيبه رئيس لجنة حكام أسبق أجنبي أهلا بك يا كابتن أهلا بك وقالي الأول أسمع رأيكم في المباراة النهاردة كابتن مبروك لو طبعا الماتش النهاردة يمكن أنا شاف النتيجة مرضية للفريقين نتيجة مرضية أيضا للجماهير النتيجة مرضية أيضا للإعلام لأن برضو أنت عارف حضرتك فيه إعلام أهلية وإعلام زمالكاوي الجماهير كانت النهاردة بتمثل نقطة كويسة جدا جدا في المباراة يعني أنا يمكن بشكر الجماهير على السلوك الرائع اللي فعلا المباراة ميت تعليه جمهير الزمالك وجمهير الأهلي بشكر أيضا اللعيبة لأن اللعيبة سلوكين داخل الملعب كانوا سلوكين ما شاء الله يعني وكان فيه لقطة حتى في بعض الدقيقة كده كان شيكابالا بيسلم على محمد شريف وخارج ويحضنه يعني فيه لقطات إيجابية كويسة جدا في المباراة وجينا من ناحية الفنية نمكن الآلي في الشوت الأول كان أفضل بكتير يعني كان استحواس كان الزمالك متراجع كان الزمالك فيه قلق يعني مستر فريرا كان فيه قلق من فرقة الآلي كان مرجع فرقته كلها تحت مستوى الكورة ولكن عملية الضغط وعملية أنه هو يستخلص الكورة كانت صعبة جدا على نادي الزمالك فالنادي الآلي كان فرصة عنده في الشوت الأول أنه ممكن يكسب ويكسب كويس كمان بسكور بسكور كويس ولكن زي ما أردت حضرتك الزمالك يمكن برضو رجعت له الثقة في بعض الفترات كده التبديلات اللي عملها فريرا كمان كويسة بين شرق سجل هدف وشكبالة سجل هدف ولكن الأداء يمكن الأداء الشوت التاني تقدروا تقول متوازن بين الفرقتين يعني الآلي برضو ضيع فرص والزمالك ضيع فرص الزمالك استحوز وكان بقى ابتدى يضغط بالوقت ابتدى يضغط برضو عملية الضغط ابتدت بقى كويسة النادي الآلي برضو عمل تغيرات هجومية والمباراة طلعت اتنين اتنين أنا شايفها نتيجة مرضية مرضية للفرقين وزاملت حضارك مرضية للجماهير الأهلي والزمالك كمتون حمداء بس الأهلوية في جزء منهم زعلان يقولك لأ احنا كان بصراحة يعني كنا عايزين نكسب المرش ده الأداء تراجع في الشوت التاني بشكل كبير الزمالك كان ضاغط هل انت شايف أنه الأهلي يلاقي بكويس بص حضارك يمكن الرضا جي بعد المباراة يعني بعد المباراة بالأداء اللي كان موجود في الملعب أنا شايف الاتنين المدربين راضين عن النتيجة لكن قبل المباراة الأهلي كان بيطمع اللي هو يكسب المباراة الأهلي عنده استخرار أحسى عنده فنين أعلك مكتامل المدير الفني الأساسي مش موجود مش مشكلة يعني بتحياتنا الكابتن سامي أمصان لكن برضو المدير الفني الرئيسي مش موجود الدوافع دي ظهرت في المطش في الدوري بتاع شايفة دوخين قبل المبارا دي كان فيه دوافع عند لعبة عالية جدا قوية جدا حابين سامي أمصان عايزين يعملوا حاجة فيه تحروا عند بعض اللعيبة اللي كان موسيماني مقاعدها يعني شفنا الشريف وكان بقالنا كتير أفشا لا أداء أفشا نفسه مع موسيماني الفترة الأخيرة كان متراجع جدا يمكن دائما نحطه على ديكة البدلاء معاه هو شريف النهاردة أفشا بياخد من الأول مباراة فيه صانع ألعاب موجود في الملعب فيه شغل بيتعامل شريف اشتغل بحرية كبيرة جدا النهاردة يمكن شفنا الكلام ده شغط الأولاني فالأهل كان عنده طموح يكسب المباراة للعوامل الجبال الموجودة قبل المباراة اللي أنا مكتمل اللي أنا جاهز اللي أنا مقادي المباراة اللي فاتت بشكل جايد جدا بدون الدوليين الزمالك يمكن عنده غيابات كتيرة الزمالك بيشك النهاردة تلات عيبة ناشئين الزمالك زي بقالك كامتن فاتح نزل فيه تخوف في بداية المباراة الشغط التاني اخد الثقة وبشكر المداربين النهاردة الاثنين قروا الجيم بشكل كويس جدا يعني التغييرات كانت وطريقة اللعبة اتغيرت يعني فريرا مغير طريقة اللعب في شغط التاني لعب تلاتة وراء وخمسة ونصف ملعب وزود الأطراب بشكل كويس نزولش كبالة بدي ثقة الخبرات كانت موجودة في الملعب بشكل كبير جدا بس سامي أمصان برضو التغيير اللي عمله كان يمكن أنا فعل بيرسيته كان بيتحرك كويس قوي ولكن كان سابل مكان بتاعه لما نزل بقى صلاح محصن وطاهر ابتدوا يعملوا جبهات كويسة جدا ابتدوا يعملوا يشكلوا خطورة على مرمى الزمالك ولكن الزمالك كان خد الصخة وابتدى يروح لمرمى النادي القلي وكان ممكن يسجل يهدف التالت تعزيزه جات في العضة وخرجت وبعكده عم تغييرتين غريب قوي ما خرج يمكن احنا قبل المبارك يقول الزمالك بيعتمد على اتنين بس زيزه وبينشارك هم اللي بقدروا يصنعوا الفارق مع نادي الزمالك الاتنين خرجوا ونزل اتنين شباب سيف فاروق جعفر نزل يوسف وسامة نبيه الاتنين قدوا بشكل كويس جدا انا اظن فعلا مكسب الزمالك النهاردة في الشباب وسيف فاروق جعفر فيه اداء هايل يعني الجون اللي جابه ويوسف لا قبل كده وده عمل بوراك ويوسف وسامة نبيه اللي عمل الجون التاني بشكل كويس جدا قدر يعد خد ثقة وقدر يعدي ويعمل بالعرض لشكبالة طبعا فيه اخطاء كتيرة موجودة في النادي الاهلي واخطاء في النادي الزمالك في التمركز الدفاعي يمكن فيه بعض الاداب جات من اخطاء فردية في الدفاع في الفرقتين يعني احنا النهاردة كان عندنا في الزمالك ابن فاروق جعفر وابن أسامة نبيه اتنين فانا مبسوط قوي بالجيل الجديد جيل الجديد كابتن سامير التحكيم سمعت في التعليق بتاع كابتن شلبي وهو بيقول خلي بالكو المحكم الأجنبي غير الحكم المصري مش كل ما بتقع بقى يقولك ايه انت واقع مستني فاول فاول بقى في المنطقة فاول في الثمنتاشر دربة ما بيحسبش كده احنا لعبتنا عندهم المشكلة دي ان نعايز كل احتكاك منه فاول وكرة ثبتة الحكم الأجنبي حاجة تانية خالص بصي كابتن لميس انت بديتي بأصعب سؤال وصراحة يعني ما بتديش سأل معايا زي الباقي وفعلا دي نقطة مهمة جدا انه رضا لوي جوزيل الحكم الأسباني فعلا عنده بيسبح بالتحمات كتير جدا في الشرط اللي قلنا في الشرط التاني ومع ذلك عارف حضرتك النهاردة خلال التسعين ديئة لوي جوزيل حكم الأسباني حكم كم فاول التسعين ديئة خمستاشر فاول خمستاشر فاول بس يعني سفر خمستاشر مرة بس ده كتير ولا أولا أولا جدا أولا جدا احنا عندنا ممكن خمستاشر ديئة في عشر ده في ربع ساعة ده النقطة الحضرتك بتقوليها التحكيم البر وخاصة برضو الأوروبي بيسمعوا بالاحتكاك الاحتكاك المشروع بي والدليل مثلا النهاردة عندنا مثلا في ديئة 24 كان فيه كورة بيطالبوا منها بركلة جزاء إنما مش ركلة جزاء لانتحام طبيعي حكم قريب وعنده ثقة كبيرة جدا مع احترام اللعبة النهاردة لكل قراراته سهلت مأمورة التحكيم دي نقطة نقطة تانية احنا النهاردة ما حسناش إن فيه تقنية في عار بالرغم من الوقت اللي بيراجع فيه اللعبة في وسط المباراة واللعب واقف مش بتكمل أربع ثواني وخلي بالك نفس الكاميرات نفس الريزولوشن نفس الملعب يبقى النقطة هنا عندنا في بعض الحكام اللي هم حكام الفي عار اللي بيحبوا يوجدوا الدور ليهم أي واحد في عمله اللي عاوز يعمل الدور ليه هيخلق مشكلة بيصعب المشكلة عليه النهاردة التحكيم سهل دم معلش أرجع تاني الموضوع الفي عار ده أو الفار زي ما بنقول عليه هو امتى بيبقى دوره هو دوره فقط في اللعبات المختلف عليها صح؟ أو اللي يشك فيها الحكم نفسه ولا إيه؟ الفي عار ده البروتوكول بتوعه أربع حاجات ركل الجزاء أو لا ركل الجزاء هدف أو لا هدف هدف الطرد المباشر أو أو الهوية الخطئة يعني الهوية الخطئة بدل مادي نزال لكابتن فتحي مبروك أو طرد يقول لي لا ده كابتن حمادة دي الهوية الخطئة طيب مين اللي يقوله بقى ترى شوف مين اللي يقوله ترى شوف هنا أما الاختلاف من الحكم وحكم الـ VR يعني حكم الـ VR مثلا قال لك إيه كرة دي مفشل ركل الجزاء فأنا حكم الـ VR شفت لعبة فبقول له لأ بيقوله بأخل يقوله على الإيربيس ليقوله القرة دي فيها راكل الجزاء فكابتن حمادة هو الحاكم ليه حق يقوله لا انا واسق منها خلاص دور الفي ار هنا انتهى عشان ايه هو مساعد فيديو أستيسنت رفري تمام يطلع امتى بقى اما يقوله لأ طب تعالى اتأكد منها لو الحاكم حس بقى بص بقوله لك كده حس ان فيه شك يطلع احنا بنلاقي لعيبة فص المباراة بيشاور علامة الفي ار دي انذار مشاورة دي مجرد انا كلاعب اطلب او مدرب انذار انت بتقول للحاكم روح بص على الفي ار ده غالب انا دي مشكلة مشكلة دي مشكلة اما انا بقولك دي مشكلة فده الوحيد اللي يطلع هيطلع يشوفها اما يطلع يشوفها بيجيب له ببقى في غرفة الفي ار في حاكمين في ار ومساعد ليه وفي اتنين اوبريتور الاتنين اوبريتور دول مهمين جدا بيجيبوا له الحالات اللي هي توضح له فعلا فيه خطأ او مفيش خطأ جبها له هنا دور الفي ار انتهى هنا بقى الحاكم بيبص وبياخد الكرة ده انا هقولك معلومة ما اعتقدش في ناس كتير هيعرفها ولا لا مش الناس كلها عارفة ان الحاكم ببراه هو بيطلع يشوف شاشة الفي ار لا القانون ميدي له حق انه يستعين يا بالحاكم الرابع يا مساعدة الحاكم في القور الصعبة اوي اللي مش قادر ياخد قرر فيها طب انا عايز اسألك عشان فيه كان جدل قبل الماتش ده كبير قالك اه هو بتاع الفي ار ده حيجيب اللقطة منين احنا مش عايزين المخرج ده بالذات عشان المخرج ده مش فاكر اهلاوي ولا زمالكاوي انا بصراح مركزتش قوي بس يعني المخرج لديه انتماءات او يول ما فمش هيجيب اللقطة من الزاوية اللي مش هكذا هل ده يعني انا بيجيب منين هو ده الفيد بيجيله منين الفيد من مكان واحد اللي هي الشركة النقلة تمام بينقل كله للأوبريتور عشان كده قلت لحضرك الأوبريتور ده لديه دور مهم جدا بتجيله كل اللقطات احنا بنحس بالمخرج ايه ده غير المخرج بيقطع ايوة لكن هو بيجيله الفيد الكامل الوريجينال الوريجينال وهو يقطع عشان كده في ناس بيتهموا مرة اتهموا محمد ناصر في بطولة افراقيا قالوا انت ما جبتش اللقطات لا لا محمد ناصر بينقل راحت بقى عند الأوبريتور الجو هو اللي بيقطع بيجيب اللقطة دي بيجيب اللقطة دي بناء على طلب مين على الطلب حكم الفي ار اللي بيطلب منه حكم المباراة المخرج بيجيب ده خالص المخرج ده كاميرا بينقل عن طريق العربية النقلة بتروح للأوبريتور الجو هو اللي بيشتغل في كل حاجة انما فعلا المخرج هنا ملوش المخرج بيبقى في دور بس لازم برضو الحكم معاه اللي هي وضع زوية الكاميرا يعني عارفة حضرك انا في مثلا في كاميرا هنا قصادي وفيه كاميرا قصادي لازم نلتزم بيه واحنا هنا متزمين بيها بصراحة بوضع الكاميرات طبقا للجنة الإفاب لنعرف حضرك ارتفاع الكاميرا يختلف زوايا الكاميرات لها قواعد زوايا رفو عليك وخلي بالك والارتفاع بتاعها كمان لان هنا الصورة هتختلف لو جبنا الصورة اعلى فطبعا النهاردة انا شايف دولوس مستفادة بصراحة للتحكيم المصري حكم لعب بطريقة السهل الممتنع ما عطقتش حاسينا مين نهاردة طب معلش ارجع تاني لق لها كاميرا اللي هي فكرة انه احنا متعودين كل واقعة بفاول كل احتكاك بفاول بانلتي لو دخلنا الـ 18 طيب ما دي برضو ازمة حك ازمة تحكيم ولا هي كاميرا resiko هلك انا شايفي كنت اتفك مع الكابتن ساميري اسمان لازم للحكم المصري يبقى ليه شخصية بصراحة يعني نهاردة شوفي الحكم النهاردة شخصيته النهاردة جريء جدا كل قراته جريئة جدا النهاردة ما بيرجعش فار النهاردة ما بيرجعش لا هو قراره النهاردة قرار واحد فالحاكم المصري ما احترامي طبعا فيه حكام لازم يبقى النهاردة شخصيتهم قوي جدا يعني من بارد شوفنا بعد عودة الدوري شوفنا حاجات كتير او يمكن الكابتن سامير يتفق معايا لعيبة بتتخانق مع بعض لعيبة بتزعق للحاكم لعيبة لعيبة والحاكم يعني كإلم يكن كإلم يكن بالزبط لما ادلتها الحاكم النهاردة ما يجي لي لعيبة النهاردة يزعق لي ويشخد فيها طبعا انا ادلو كارت أحمر ايه المشكلة يعني ايه المشكلة هل تتفق معايا كم ساميرا هل تتفق معك طبعا والحاكم اللي بي يعني بيسامع في شخصيته هده المشكلة يعني أنا ما كنت مسك لانجلة الحكام بيجي لي حاكمين واحد شخصيته ضعيفة وفنياته عالية اوكي ده ليه يمكن اعرف اشتغل معايا لواني جي لي حاكم شخصيته قوية وفنياته قليلة ممكن اشتغل على فنياته عالية انا ما شخصية لا يمكن تراميه ايه تتفق معايا تتفق معايا ايه بقى مشكلة الفار نهاردة فيه ضرب الجزاء النهاردة اللي تحملها عادي انت قلت عليه في الدوري دي ضرب الجزاء على طول فعندنا لازم برضو حتة الفار يعني لازم فيه مذاكرة اكتر من كله ماديم مادام لميس اللي اتكلمت عليها وده بقى لي خليني ارجع اسأل بقى موضوع حلقتنا اذا وانا حبتدي بالحكام لان كابتن سمير لازم يغادرنا بعد قليل اذا هل احنا محتاجين فعلا رئيس لجنة حكام هم عايزين ايه رئيس لجنة حكام عايزين رئيس لجنة حكام اجنبي بصراحة هل احنا محتاجين اعادة تدريب وتعليم لحكامنا لا يوجد حكم مصري واحد حكم ساحة موجود في الكاس العالم احنا عندنا حكم مساعد فقط لكن ما عندناش لا حكم فار ولا عندنا حكم ساحة فاحنا عندنا مشكلة هل احنا محتاجين ده لا خالص خالص ليه الرئيس لجنة حكام الاجنبي اول ما جيب الرئيس لجنة حكام الاجنبي من بكرة ما عنديش اخطاء وده كلام غلط لا انت لو اي تطوير عاوزين تعمل لازم نبتدي من القاعدة تحت عندنا في حكام عندهم خبرات كويسة جدا وعندنا احنا اللي بنتصدر لتحكيم لبلاد كتيرة جدا انما النغمة وانقل الموضوع لجنة حكام الاجنبي اول خابي لاجنبي مش هعمل حاجة ليه بسبب بسيط هي هي عناصر اللعبة زي المنتخب المنتخب على فكرة مش مشكلته في مجيل فني مشكلته في حاجات كتيرة مشكلته ان اللعبة دي بقى لهم ثلاث سنين بلعبوا قورة بتوع المنتخب ماخدوش ولا يمراحة ده في اي حتة في العالم اه صحيح بس ارجع للحكام تايح هريكوا تبتقول من شوية انه بعض الحكام شخصيتهم ضعيفة طب ما يمكن انا فعلا محتاجة المدير لرئيس لجنة حكام اجنبي لكي يضبط المنظومة الشخصية مش هتتغير الشخصية ده في اختيار الحكم وهو عنده 19 سنة داخل لجنة الحكام اول ما نشوفه كان فيه امتحانات بتتعمل زي ما انا ما كنت دغنة الحكام فيه امتحان هيئة وفيه دكتور نفسي قاعد معه الحكام الكبار بيشوفك انت بتتكلم ازاي الباجي لانجوش بتاعتك ازاي شخصيتك عامل ازاي التصليح يبقى بيبتجي من الدرجة التالتة الدولي والدرجة الاولى انا عنده مثلا 37 سنة و35 سنة هتعلمي ايه خلاص دلوقتي ياخدوا حاجات محاضرات تسقفية يعني مثلا دي موجودة جديدة عندنا اجيب محاضر اجنبي دي ما بتحصل بحالات في الدوريات الاوروبية اعرضها على دي موجودة بس كابتن حماد ليه بنجيب ما هو احنا لو كان عندنا حكام جيدين مش هجيب حكم اجنبي لمباراة القمة لا القمة عشان بين الاهل والزمالك بنشوف الدول العربية كلها بيجيبوا حكام اجانب في الدربي مثلا الهلال والاتحاد مش عارف في الدول للسعود يجبه خروجا من المنافسة بس خلي بالك احنا السنينتين اللي فاتت كان حكام مصريين ونجح نجاح كبير غلطة الحكام مصري حاجة واحدة بس في المصري اللي فات انه طلع اتكلم في الاعلام ما خلاف زلك مغلطش يعني لو حضوك تفتكر التلات المقشات اللي فاته بالضبط عامل المقشات كويسة جدا غلطة لعملها بالضبط هو كان مقصدش معناها اللاعب المصري بصراحة مش عايزة اقول لا يحترم ولكن بيقلق من الحكم الاجنبي ويعمله حساب اكتر من الحكم المصري طبعا طبعا وزي ما قلت حضيك يا شخصية الحكم في ادارة المباراة فهو نزل الملعب بيبان شخصيته بيبان شخصيته انه جدي بيبان شخصيته انه جريء بيبان شخصيته انه هو قوي فاللعيب دايما اللاعيب دايما متعود انه هو ما يقدرش يروح الاجنبي ما يقدرش يروح النهاردة يتكلم معه ويشوح له كلام من ده احنا تعودنا تعودنا هنا اللاعيبة تعودت ان الحكم المصري يعني النهاردة هيقعب بقى يتكلم معه ويتناقش معه ويزا عقله ودي فاول ودي ضرب الجزاء والكلام منه لان برضو معلش يعني دائما دائما اللعيب بيستند الى ايه بيستند انه نهاردة ان معاها الاعلام مثلا اهليه او زمالكاوي هيتكلم تا اللعيب كان ضرب الجزاء دي فاول وبيستند اللعيب الاوسوس كده ولكن زي ما قلت حضرك ان الحكام المصريين كواسين جدا وكفاءاتها عالية جدا جدا فنيا ولكن شخصيا لازم يكون اقوية جدا جدا مش شرط ان ما حاولوش احكاس علم مش كويسين على فكرة مش شرط عشان نيه ده نموذج ده نموذج معلش معلش في امم افريقيا كان كتيه كم حكم مصر كان عندنا سبعة سبعة صواري بقى يعني كانوا مراحة اربعة وبعد كده بعثنا ثلاثة عشان بعض الحكام جادوا من كورونا بس المراحل الاخيرة كانت كنا عشان مصر وصلت عشان مصر وصلت مكانش ينفع على الحكام المصريني يكملوا بس انا عاوز اقول لك من الشرط ان الحكام المصري يتواجد في كاس العمالة طول اه طبعا ده شرف بس خلي بالك احنا هم بيختاروا كام حكم عالية اكبر بطولة كورة في العالم لو لم يكن لها الحكام المصري اعاوز تفتحي بقى مشروع الحكام المصري كاس العالم ده مش لوحده في دولة بالكامل لازم تقف ورها لازم اتحاد يقف ورها بالكامل مشروع الحكام المصري دي مهمة جدا هل القائم على هذا المشروع يجب ان يكون اجنبي ولا انا محتاجة خطة يعني محتاجة ايه لا المسؤولين هنا عن التحكيم لازم يعملوا مشروع ورؤية للحكم اللي يقدر عشان اتكلم صح لو جيبنا واحد النهاردة ووعدني انه يروح المونديالي اللي جاي اللي هو بعد 4 سنين يبدأ بيهزر ما فيش حكم دولي يروح مونديالي بعد 4 سنين ده على الاقل على الاقل لازم شغل ليه من 6 الـ 8 سنين عشان تبعاتي حكم كويس ديلي على كده دولة قطر قطر اما تجي تتفرج عليها 4 حكام سنهم ايه 27 سنة مونديال البحرين نفس القصة الامارات بس دول ليه عملوا تخطيط من الاول صح احنا المشكلة بنعمل كل حاجة تكوي دلوقتي عشان بكرة دلوقتي عشان بكرة اشتغل لبعض بكرة ماشي دلوقتي لما الاتحاد قرر انه هو يجيب رئيس لجنة حكام اجنبي ده هيعمل ايه ايه job description بتاعه job description ايه المفروض يعمل تخطيط قبل التخطيط هم اجيبينه عشان يدير مسابق نجاح وده مش يحصل قبل ما تجيب التحكيم الاجنبي الحكام المصريين بقى لهم شهرين وزيادة ماخدوش مرتباتهم ازاي يعني ايه ماخدوش مرتباتهم ماخدوش مرتباتهم ليه ماخدوش مرتباتهم في ازمة ملايك اما كان اما كان الرئيس اللاجنة الرئيس الاتحاد السابق كان احمد ميجايت كان موجود كانوا بيقبضوا day by day على طول او ماتش يخلص دلوقتي مساعة المجلس الجديد فيه تأخير طب ليه فيه تأخير طالما فيه فيه طب محمل حقبض الاجنبي ازاي ده الاجنبي هيفضحه اه ده السؤال اللي حضرتك تقول وبالدولار ده السؤال ابو 18.7 ده جو ده مش هتأخر يوم ده ما هيفضحه هاي سيبه يمشي بالزبط يبقى بدل بدل ما اجيب واحد اجنبي وفيه التزام على بالعملة الاجنبية في الظروف اللي احنا فيها لا ادي الحكم المصري ادي له الحكم المصري بياخد كام دلوقتي بياخد 7500 في المباراة في المباراة وبيلعب كم كم مباراة لو حكم شاطر هيلعب ثلاث مبارايات في الدارو ممتاز وماتشين حكم فيديو بالمقارنة بالمقارنة مع الحكم السعودي حكم السعودي ليه مرتب 6500 وفي المباراة 1930 دولار 1930 دولار ادو بس عشان نقدر نجيب نتيجة لازم والحكم المساعد الحكم المساعد بياخد 4000 وحكم الVR 5 هي فلوس حلو انا كنت بحكم 100 جنيه كنت بتحكم 100 جنيه وفيها درجة كمان مش بيخدها كم فيه با ايه كمان كم بتدو كرنيه مثلا زيادة ومشكلة ومشكلة كمان ايه لما كان عندي مطشات في اسوان صعب بقلعب في اسوان وهسافر بطر محالة فكنت بسافر بطيارة بس لو واحد تاني يعني ظروفه صعبة شوية كان بسافر بالقطر تخيله يقعد في القطر وقد كنت بزر المطش نازل مش شايف يبتدي فوق في الشط التالي حسن سؤالين وبعدين اعرف حريك هتغادرنا ازاي ازاي تبقى حكم اول حاجة لازم يكون مارس كرة القدم ومتأيد في الاتحاد المصري واحد المنطقة بتقعها لقل سنتين وما يكونش سنه عدى 17 سنة وطبعا لقى بدنيا فيه ناس تبقى حكم وما تبقاش لعب كرة في مصر اللايحة بتقول علاوة لازم بيبقى دلوقتي يحطوا شرط لازم بيبقى معه مؤهل عالي انا لو مسكت ناكلة حكام اهم شرط هحطه لازم الحكم يكون بيشتغل لان الحكم اللي هي اللي هيخش يشتغل شغلانة تانية طبعا طبعا لازم ليه التحكيم ده هواية انا مازلت في العالم كله التحكيم هواية لا في اوروبا بعض البلدان محترفين بعض البلدان محترفين الكاف السنة اللي فاتت اختاروا خمس حكام حاولين افريقيا خلوهم محترفين بيدي لهم مرتب شهري دول من همش شغل بس هنا في مصر في مصر ومعظم الدول الحكم هاوي طالما انه هاوي لازم يبقى يعتمد على شغلانة تانية ليه احنا عندنا في مصر الالام لو طلع هاجم حكم ممكن يقعد في البيت هيقعد زي علاوة ان فيه تأخير في المصاريف الحكام بيحكم كم ماش ثلاثة ثلاثة ده الكويس واحد وعشرين الف يعني اه ده توطل كده لا وياخد شوية لا سانية واحدة وفي حاجة عندنا ايوا بس في حاجة بقى بس في حاجة هو بيخدهم امتى ولسه الدرائب ده كل ده على واحد وعشرين الف جنيه اه في كل ده الحكم الشاطر ده الشاطر اه انما لو حكم مسلا بماش وعايزين يوقفوا بشخصيته اخواء سبعة تلاف ونص السفر عليك عليكي يعني تاخد قطرة وتاخد طيارة انت حر اه اه بزبطة انا ما كنت مسك لجنة الحكم الحكم ايه الانتقل على الحكم 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 ضمن السبعة تلاف ونص بوسي كابتن شبيرا ما كان في عضو لجنة الاتحاد المصري كان مخلي الجونة واسوان بالطيران بالطيران دي فكرة كويسة جدا اما مسكت اللجنة برضو خليتها بالطيران واتفقت مع بطوع هم بقى يدفعوا بتاهيران مين الاتحاد 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 يدفع مفيش اتحاد فقير على فكرة والقطير والقطير كمان الحكم بيدفعوا ده لو عارف ينزل في القطير اه طب كل حاجة بدل انتقال بالكامل هو اه بدل انتقال بيددوله بدل انتقال لا هم السبعة تلاف هم السبعة تلاف موسي لس عندنا الدرايب طب ما انا خليني في القاهرة اليه وديني بقى الجونة وكده بس بيجيله مأمورية ماتشاط مأمورية وعايزينه يبقى حاكم ومتعلم ومتدرب نعمل مقارنة بقى الراجل الاجنبي هتعملي له ايه وتفتكر فيه خبير اجنبي هايجي الوحد الخبير الاجنبي ده متخالي ياخد كم انا من وجهة نظر الاسعار اللي بره مش هيقل عن 25 الف دولار مش هيقل ده الوحده بس ما فيش واحد بيجي وحده فيش واحد يجي الوحده اول حاجة ده بسم الله رحمه انا عاوز واحد فتنس معايا معطمد من فيفا وعاوز واحد تيكنيكا معايا وعاوز واحد بتاع اي تي معايا يعني هناخد تخالي الحكام هيبهم اربعة هلها الميزانية بتاعتنا تسمع بكده والله بتسمع لكده اديني نص الميزانية دي وطلع لك حكام اخطأهم هتقل من نسبة 70 في المن كنت رئيس لجنة حكام كنت بتاخد كم في رئيس لجنة حكام والله بصي المفروض كان 25 الف جنيه 25 الف جنيه في الايه في الشهر في الشهر اه عند الوقت بتكلم في رئيس لجنة حكام هياخد 6 مليون في السنة اه بالزبط مش كده بس بالعملة اجنبية كمان ايوة 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 الايكوين بتاعه يطلع 6 مليون ده الواحده 25 الف دولار انت كنت بتاخد 25 الف جنيه وياخد 25 الف دولار شبه بعض يعني وريبين هو ركب وريبين جدا ركب واحد بس هي العملة المختلفة فهي العملة بس المختلفة ايوة اذا قبل ما تغادرنا انت معا ام ضد رئيس لجنة حكام اجنبي ضد رئيس لجنة حكام الاجنبي لماذا لماذا لانه الاضافة اللي هيضفها لو احنا حطينا الفاليو بتاعه للحكم المصري الخبير مصري مش هبقى فيه اخطاء اللي حنا بنشوفها دي خالص اذا رب اسر الاتحاد هجيب ال 6 مليون جنيه في السنة منين يعني 25 الف ده الحكم ده لسه وبيجي بالتيم لازم يجي بالتيم يجي بايه بقى فيه الكمالة الكمالة واحد معا من ال IT واحد تيكنيكل والفتنس برافا ده لسه حنا عندنا منتخب الولومبي والمنتخب الكبير ما اعتقدت قرضو بيجي الواحده ده عايزين بزهنة هي الواحده عندهم فلوس هفكرة هم عندهم فلوس هم بس في الاول كانوش عايزين تفعلوا فلوس دلوقتي عندهم فلوس هوا هقصتوه هجيبوا فاليو ويقصتوه نخرج فاصل بقى وبعد الفاصل هيغدنا في الفاصل كابتن سامير عثمان وحيشرفني الكباتن حمد صدقي وفاتحي مبروك ونتكلم بقى على المدير الفني المدير الفني مصري ولا أجنبي شكرا يا كابتن شكرا جدا فاصل ونركر مدير فني مصري أم أجنبي ولا احنا بنتكلم على هو احنا عايزين نحقق ايه فنجيب مين يحققه احنا طبعا البيضة ولا الفار خلق قررنا ان احنا نجيب أجنبي ونخلص عشان نخلص من الدوشة كابتن حمد صدقي يعني الكابتن حمد صدقي وفاتحي مبروك زي ما قلتلكم الاثنين ساهمة في وصول مصر منتخب مصر لبطولات كثيرة كانوا مدربين لفرقهم ومدربين للمنتخب المصري في أزهى عصوره سواء كابتن جوري أو كابتن حسن شحد كابتن حمد بص حضرك هارج على شوية الورا الدوري بتاعي ده لازم بيقى منتظم يعني لازم أصلى حاجات من جوه الأول وعاكده أفكر في مدير فني أجنبي مصري وأنا يعني عندي وجه نظر المدرب اللي يجاي مالوش جنسية الأكفاء هو اللي يمسك منتخب مصر يعني أو يشتغل يعني لكن عندنا حاجات كتيرة جدا لازم أصلحها لازم الدوري ده ينتظم لازم ينتهي في معاد معين لازم أمشي مع الجنة الدولية ما ينفعش الدوري بتاعي خلص في شهر 9 وارحو لغضم في شهر 10 دوري جديد وكذا السنة دي بقى لعب كاس القديم وكاس الجديد حاجة مش طبيعية من السبب؟ السبب حاجتين سبب الناس بيديروا وقت الأزمة بتاعة كورونا أنا بقولهم هو صحابي كلهم اللجنة الخمسية التي كانت موجودة كنت لازم ألغي الدوري في بلاد كتيرة جدا كان نقص لها يعني الإمارات كان نقص له 7 أسابيع ولغى الدوري عشان ينتظم دوري جديد إحنا كان عندنا 18 أسبوع وينتهي الدوري أصره هو قالك الدولة اللي أصرت لا أنت الدولة قالت عودة النشاط مش استكمال النشاط وانت بقى تقسم وتشوف المستقبل بتاع الكورونا المصرية عشان ما تضغطش نفسك عاملين نضغط وأنا حضرت اجتماع المديرين الفنيين كان معمول عشان ننخش موضوع الدوري يبتدي إمتى واللورحات بتاعتنا إمتى فكلنا الأغلبية كانوا بيتكلموا إنه لازم الدوري تلغي أنا كنتمسك سموحه وكنتمشي سادس مش بعيد يعني لأنا أتكلم يمكن فيه ناس عندها كان هيهبطوا فعايزين يلغوا الدور عشان يعودوا في الدوري لكن الصح كان يتعامل الصح كان يتعامل كنا الوقت الدوري بتاعنا كان يبقى مرتاح الأجندة الدولية مضغوطة جامد جدا وبالتالي اللاعب منهك جدا بشكل كبير بص حضرتك المنتخب شكله إزاي مش من المدرب شكله وحش ليه من الدوري بتاع المنتج اللي عندك وحش ده بينعكس الدوري ده بينعكس المنتخب بس زاي الأهل والزمالك بيلاعكس بطاقة أفريقيا ما خدوش بطولة السنة دي فيه ضغط مبراط كبير جدا فأنا أول حاجة لازم أعمل موسم استثنائي لازم أعمل موسم استثنائي يعني إيه موسم استثنائي أعمله مجموعتين أنت عندك دلوقتي الدوري اللي حيخلص شهر تمانية عندك الكاس الأديم وشيل معاك تلاتة من الكاس الأديم ومش هتلعب تلاتة من الكاس الجديد وكاس الرابطة اللي معرفش إيه لازمته قبل نهائي ونهائي لا هو كويس بس إم تعمله لما الدينة تبقى مرتاح عندي والأجندة عندي مرتاح قال لك ده فيه 45 يوم مش ليه بني أن نعمل كاس الرابطة أه بدون برد الفايدة القصة القصة أول حاجة لازم أنظم الدوري بتاعي وينتهي وبقى عارف الدوري يبتدي إمتى وينتهي إمتى وبعاكد أجيب بقى مدرب أجنبي أجيب مدرب مصري أبا سهو دلوقتي لازم يبتدي يتعاقد كابتن فتحي هل إحنا قلنا أنه اللاعب المصري بيحترم الحكم الأجنبي أكتر من الحكم المصري تمام طيب هل اللاعب المصري يحترم المدير الفني الأجنبي أكتر من المدير الفني المصري لا إذا كان المدير الفني المصري شخصيته قوية شخصيته قيادية شخصيته أيضا مكنع للعيبة من سواء من ناحية أسلوب اللاعب أو التكتيك يبقى اللاعبها يحترم ويحترم يعني علاقة اللاعبة بكابتن جوهري مثلا لا إحنا الحمد لله كان لنا نظام وكان كابتن جوهري رحمة الله عليه شخصية قوية وكنا بنستبعد بعض اللاعب اللاعب اللي هي يمكن ما بتلتزمش بإنواحي التكتيكية وإنواحي السلوك وإنواحي الإسلوب اللاعب وكل هذه الأمور فدائما المدير الفني للمنتخب الوطني منتخب الوطني الوطني بيبقى لغة لغة التفاوم واضحة أو بينه بين اللاعب مش محتاج مترجم النهارده ينقل الصورة للعيب لا أنا النهارده بتكلم والنهارده بانزل بوجه وبتكلم حتى في الوحدة التدريبية واللعب ينفذلي تعليماتي سواء الإسلوب اللاعب أو سواء التكتيك اللاعب كل هذه الأمور المدير الفني الوطني أنا شايفه ولو جينا للتاريخ لو شوفنا التاريخ هتلاقي المداريين الفنيين الوطنيين خذوا بطلاق أفريقيا كتير الكابتن حسن شحهاد 3000 مرات الكابتن محمود الجاري دم ست depende ولكن الأمور اللي احنا مرنا يمكن كان جيل تاني في ناس يقولك ده كان جيل تاني لا الجيل اللعيبة المدير الفني لازم يكون شخصية قوية شخصية قوية ومقنع 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 فنيين مقنع فنيل للعيبة طبعا كابتن حسن شحاتة وحضرتك كنتم فريق يعني في الغصر الدهبي لكرة القدم ايه السر اللي كان عندكم هنقول بس حسن شحاتة هنقول كل سنة طيب عشان نعيد ميلاده رد؟ كل سنة طيب جايد ميلاده اقرب ولا اليومين لا امبارع كل سنة وانت طيب يا كابتن حسن كل سنة وانت طيب يا كابتن حسن جمع كونت فاطرة كده ايه السر فيكو ايه السر في الجيل ده زي ما قال الكابتن لازم يبقى محبوب يبقى شخصية قوية ومقنع للعيبة في حاجات كتيرة المدرب المتخب غير مدرب النادي مدرب متخب بالجابع يمكن 3 يامة بيلحقش فلازم عنده يعني الكارزما اللي يقدر ازاي يجمع اللعبة ده ازاي اللعبة تخش في التاكتك بتاعه بسرعة المرونة التاكتكية تبقى موجودة عاملة ازاي ده كان موجود عندنا كان موجود مع كابتن حسن والجهاز الموجود معاه وبعاكده عندنا متابعة طول الوقت احنا بنتابع اللعيبة احنا معندناش معسكرات بتعبوا بقى في الماتشات بتاعته بروح له النادي في اتصال بيننا وبين اللعيبة بشكل كبير جدا هل دي ميزة المدرب المحلي ان هو عارفهم فهمهم عارف الماتش ده كذا يعني عنده الانغماس وبرضه الاجنبي فيه الناس يعني اتدربت أنا مثلا مع مدربين اجانب كتير مين كان مدرب سميس معنا في المتخب اخدنا بطول الستة وتمانين كان على طول بيتصل بنا وبيتكلم معنا ويجي هيدر فرح هدف كابتن طهر وزيد هدف كابتن طهر هدف طهر وزيد لا فيه وفيه مدربين اجانب بيجوا وعايشين بقى بضوا بتاعه والدنيا مش مش مركزين في الشغل يعني فيه ده وفيه ده لكن المصر يمكن اكتر تركيزا من المدرب الاجنبي بس برضه لازم مدرب كف موجود ومقنع للعيبة اللعبة دي بتمرنت مع كفاءات كتيرة جدا فانا انا كلعيب بشوف المدرب دوت بيعمل ايه في الملعب برضه بقى عارف ده مدرب قوي مدرب شاطر ولا لا شخصيته عاملة ازاي فيه مدرب طيب طيب لا اللعيبة محتاج واحد كارزمة محتاج واحد شخصية محتاج نجمي بقى موجود برضه معاه يقدر يقود هل ايهاب جلال ما خدش فرصته ظلم ولا يعني ايه هو ما خدش فرصته بس شخصية الكابتن ايهاب يمكن ما اشتغلش تحت ضغط جماهيري لا اشتغلش مثلا في نادي اهل في نادي زمالك في انديامك كبير اللي ايه في ضغط جماهيري اشتغلش ايضا في منتخبات قبل كده الكابتن ايهاب بس اشتغل في الزمالك شوية استغل في الزمالك تحت ضغط جماهيري موفقش وخلاص يعني انا قصد الضغط الجماهيري برضه والاعلامي بيدني النهاردة مؤشر للمدير الفني هل المدير الفني النهاردة شخصيته يقدر يقود منتخب مصر ولا انا كنت شافي يعني الكابتن ايهاب ما خدش فرصته ولكن هو كان في التعامل شكله كان طيب جدا ما اللعيب كابتن حمد يمكن يتطفق معايا كان شكله طيب هو اتظلم يعني انا بقولك يعني انا بحبش الطريقة اللي مشي بيها طبعا ما ينفعش لازم عندك ثقة انت خلاص درست كويس جدا انت تجيب الكابتن ايهاب جلال ودرسته كويس وقعدت معاه وشفت مشاريعه واهدافه ده الصح كان يتعامل يعني وشفت تفكيره الدوري رؤيته ايه في الدوري رؤيته ايه في اللعيبة وخلاص انت خدت الثقة وحطيته في المكان دوت لازم اقف ظهره الاخر وقت لازم لكن اتحاد الكورا اقاله ده اقل المدرب قعد في قعد مطرين معادش معادش يعني صعب جدا يعني غيني اثيوبيا كوريا كوريا وعلى كين انت اخد بالك انت اقلته قبل مبارد كوريا يعني انت ده انت اقلته في الطيارة وفي الطيارة انت تصرح استاذ جمال علام مصرح قالك حازم مباركات بيدرسه بعد السير الزاتية للمدربين يعني خلاص انت هل دي اول مرة نتكلم على مدير فني اجنبي للمنتخب الولمبي هل كان فيه مديرين فنيين اجانب للمنتخب الولمبي انا لا اصدق لا كان فيه كان فيه تقريبا فنجادة كان اشتغل فنجادة اشتغل كورول اشتغل مع المنتخب الولمبي المصري لا فيه فيه بس عندك يعني مش عايز اتكلم طبعا المنتخب دوت يمكن كنت انا مرشح ولكن هم اخدوا قرار مدير فني اجنبي ده حاجات سياسة عندهم طبعا تفتكر ليه يعني تفتكر بصراحة ده حل للأزرة يعني لتخفيف الضغط على الاتحاد أنا هجيب لك على الاتحاد مش على أنا هجيب لك قرار مش مدروس عارف لو قرار مدروس وفي رؤية مستقبلية وفي حاجات كتيرة جدا لازم يطلعوا يتكلموا يقولوا احنا هنجيب كذا عشان كذا للرؤية بتاعتنا لكن هم اتضغطوا في وقت معهم والمتخب اللي أمي كانش فيه تفكير خالص المدير فن الأجنبي خالص ممكن أنا كان فيه اتصالات وفيه متابعة لا كان فيه 3-4 مدربين مصريين اللي اختار هيبقى منهم ويمكن كان فيه أحمد سامي كان فيه علي ماهر كان فيه كابتن خالد جلال كتانا موجود كان فيه خريطة معضوط ودي أسماء منطقية بالضبط يعني حققت نجحات وبتعرف تتعامل مع اللعيبة بالذات الصغيرين فده كان شيء منطق يعني فيه مدربين عاملين نجحات حقها ونجحات في الدوري وصغيرين عايزين دون فرصة حمادة صيد اشتغل قبل كده منتخبات مساعد واشتغل مدير فني شباب وقلومبي فعايزين برضو عندي خبرات ناخد الخبرة لا عندي خبرات يعني ممكن أخوض يعني أكتر مدرب يعني مش فاكر طبعا الأسماء ايه ولكن هم في لحظة قالك لا خلاص احنا هنغير ونجيب حتى مدير فني أجنبي للاتحاد كان مرشح اتنين مصريين أكفاء كان موجودين كان مفروض يخشوا وكان قلاشت الترشيح ولكن خدوا القرار مرة واحدة ده لفريق الأول كمان المنتخب مدير الفني للاتحاد للاتحاد اللي هو بدل فنجادة بدل فنجادة كان مفروض كان مصري كان خلاص جاي مصري كان فيه أسماء مصرية أسماء مصرية وأسماء عندها كفاءات زي؟ موجود كان معظيمة كان هن رمزي كان كابت المحمد ساعة تاني كان ممكن يرجع كان فيه 3-4 أسماء موجودين على طاولة اتحاد الكورية اللي هم هيختاروا حد منه ومشتغل مدير فن الاتحاد وعن خناعة ودرسوهم بشكل كويس جدا ولكن في لحظة فجئنا في الاجتماع الأخير يمكن بعد أحداث مبورات أسيوبيا ومبورات كوريا غيروا كل التفكير وقال لك ارمي الموضوع على أجانب الأجانب بقى تشتغل ده خرار خدو يعني في وقت يمكن وقت اللي حصل المشكلة اللي حصل رد فعله ومحاولة تخفيف الضغط على مدرس إدارة للتحاين أنت شايف القرار ده لا أنا شايفه صح بالنسبة للوليمبي بالنسبة لل مؤمن حتى الفريق الأول مدير فني وطني أنا مؤمن جدا حتى هذه اللحظة طب مين الأسماء حضرتك حضرتك ما نرجع للتاريخ كروش جه وكان أجنابي والدنيا يمكن قبل كروش ما يحط رجله في مصر كل الدنيا كانتقار في الكروش ماشي؟ هو استراتيجيته ماتحادي الكرة المجتمع ماتحادي الكرة كان عنده تلات هدف البطولة العربية البطولة الأفريقية الوصول لكاس العالم حق إيه؟ وحق إطفرة في المستوى شوية يمكن البطولة عربية مش أقول عليها هدف البطولة العربية كان عندهم صاحة من الوقت يجرب يجرب holuna خد لعيبة وخد لعيبة لكن الهدف كان الكبير قوي كاس العالم الهدف اللي بعدين كان كاس الأمم يمكن إدر يوصل في كاس الأمم آخر مرحلة وكان التدرج بالفني كان كويس مش وحش يعني في المجموعات وحكذا نصعد بشكل كويس وصلنا لمباراة النهائية بالدربة الجزاء فده يعتبر زي الكوبر لما جي حقق الإنجازات بالنسبة 100% الأهداف بتاعته لو وصول كاس العالم ووصول النهائي مش مهم بقى عملنا أيض كاس العالم نوصل لكاس العالم هو حقق هدف الوصول ده بالنسبة للدول الصغيرة حاجة كبيرة جدا طب تروح تروح تلات مربس فالوصول لكاس العالم نفسه تحقيق هدف والمرحلة البعد كده بقى تحاول تحسن الصورة وتأدي بدون ضغوطات يعني فريد مصر للمراحة كاس العالم مفروض يحقق يعني يوصل للدور اللي بعد كده بقى فيه أهداف مفيش ضغوط عليك انت مش مطالب منك تاخد كاس العالم طب مطالب تأدي أداء جاية طب الكلام دلوقتي انه احتمال يجيبه كيراش تاني بيكلموه وهو حيرد علينا انا بكرة ازولي يعني وقال يا جماعة استنوا بس انا بكرة يوم لكنين حيديهم معا التليفون او كده فانت رأيك هل يعود كيراش همت عندهم كناعة يعني هو عندهم كناعة لأ انا هنا بتكلم على مصلحة الكرة وحضرتك كمدير فني يعني ومدرب كبير انت رأيك كيراش في المرحلة القادمة لا انا من رأيي لا كابتن حمد وانا رأيي لا هو كيراش كلموه بعد ما خلص البطولة مفروض كان جاي هو هم اللي رفضوه مش هو اللي رفض بعد البطولة الافريقية اه بعد ماخراجنا من كاس العلم هو اللي رفضي هم اللي رفضوا مش هو اللي رفض فهو معتقدش يردى يرجع تاني معتقدش يعني وانا مش موافق يرجع يعني خلص تشوف حد تاني لا لا انا مش موافق المدير الفني القادم في رأيك لازم يكون ايه الصفات اللي فيه ايه الاهداف انا رأيه ومجتنع جدا بالرأي لازم يكون مدير فني وطني طب مين شخصيته قوية شخصيته قيئة حضرتك هو دائما دائما بيبقى عندهم ناس يعني بيختاروا ناس هما بيحطوا واحد اتنين تاة اربعة خمسة من ضمن الحاجات اللي لازم النهاردة يتعامل مع اتحاده الكرة او الكابتن حازم وكابتن بحام البركات نهما مسكين ملف ده لازم يتعامل النهاردة مع مدير فني شخصيته قوية مدير فني النهاردة على الساحة على الساحة النهاردة ماسك اندية ويعمل نجاحات ويه والكلام من ده كله يبقى عارفين الكفاءة الفنية بتاعته يبقى عارفين شخصيته يبقى عارفين النهاردة ان هو بيحط تخطيط لمنتخب كل هذه الامور النهاردة حاجات سمات سمات شخصية في المدير الفني الوطني مقدرش النهاردة اقول اجنبي وهم اللي هيديروا الاجنبي فيه النهاردة معلش محترامي برضو الاجانب مش كلهم النهاردة شخصات قوية يعني هيجي النهاردة هيطلع النهاردة مع المساعدين بتوعي يتفرج على متشاط المدرب العامة يقول له ده حلو ده كويس ده كويس ده كويس ويقتنع ويقتنع بالسياسة التحاد الكورة ويقتنع بتخطيط التحاد الكورة ولكن ما يكون فيه مدير فني وطني خلاص دارس الدنيا كلها وعارف اسلوب اللعيبة وعارف سلوكات اللعيبة وعارف إنكانيات اللعيبة وعارف كل واحد كابتن حميدة رأيك لازم يكون عنده خبرات في أفريقيا مش يجيبه واحد ده ما شافش أفريقيا خالص وقوله تعالى اشتغل منتخب مصر يعني أفريقيا اتغيرت تماما عنده خبرات بالدول بالدول الأفريقية الدول الأفريقية اللعيبة كلها بتلعب في أوروبا فلازم محتاج وخدم مباريات في أفريقيا كتير على المستوى الدولي عشان يقدر يترجم الخبرات اللي عنده ده المنتخب بتاعه لكن ما قدرش يجيبه واحد يبتدي يتخبط في وقت كبير جدا وبعد كده في الأخير يفشل وبعد كده لازم أدي ثقة أدي خطة مثلا هنروح كاسا لعالم أربع سنين أربع سنين أوليالة كمان لازم عندي خطة وعندي ثقة في المدرب اللي أنا بطولة الأمم خلاص أنا وصلت لازم مرة جاي لازم أحقق بطولة بس حقق بطولة كنا عمل الصح تحت هنا في الدوري عندي والمشاكل دي لازم أخلصها بسرعة لازم يعني لعبة مضبطة الضغط بتلعب بقالها كم سنة كل تلت يم تلت سنين صعب جدا طب تلت حاجات مهمة لإصلاح المنظومة غير بقى فكرة الكريزة اللي فوق التورطة اللي هي مدير فني أجنبي مدير فني ده اللي فوق أنا مش عايز أجيب حاجة مش عايز أجيب حد خالص عايز أصلح أصلح إيه تلت حاجات عايز تعمل أجيب حاجة ينصدرن وبسوقات الناشئين بشكل كويس جدا أصلح تحت في حاجات كتيرة جدا وبعكيدة ده ربطة المحترفين اللي لازم بقالها دور كبير الربطة اللي اتعاملت دلوقتي لازم تدري الدوري بشكل احترافي باستقلال ما فيه باستقلال ما فيش تأجيل المطاط فيه دوري ببتدي يوم كذا وينتهي يوم كذا ده مهم جدا ده بشيجن يعني مقدرش أقوله ببتدي السنة دي قولي السنة اللي بعد الجاية يعني لازم أعمل فيه سنة سسنائية عشان أقدر سسنة اعمل دوري مجموعتين أعمل دوري من دور واحد ألغي وأبتدي من الأول بجديد عشان أنجح قدام لكن طول ما أنا شغال كده بمسكنات أنا مش أنجح لا أنا شايف طبعا يبقى فيه لجنة فنية برضو لجنة فنية في اتحاد الكرة تدير الكرة مصرية غير كابتن حزم معاهم يعني برضو يبقى معاهم لجنة أوسع شوية لجنة أوسع لجنة أوسع لجنة أوسع مقدرش أعتمد على اتنين بس ما احترمنا ليهم أنه هما دول اللي بيديروا الكرة في مصر أو هما دول اللجنة الفنية دي برضو بتخطط للفري الأول بتخطط النهاردة برنامجه بتخطط كل هذه الأمور لجنة برضو فنية النهاردة نهاردة مسابقات النشئين مسابقات النشئين برضو لازم بيبقى فيه لجنة فنية النهاردة وتدير مسابقات النشئين وبرضه يبقى فيه منتخابات النهاردة منتخابات صغيرة يمكن الكائوفان حمدا يتفق معايا منتخابات النهاردة السبعة شME السنة والتمنتش فترة سنة لازم يكون متواجدين ولازم مديرين الفنين قويسين يمسكوهم لازم برضه عشان النهاردة اللي يحتاجوا في الفريق الأول أو المنتخب الأول يبقى عنده الخبرة وعنده النهاردة الفنيات العلية لازم نظام الدوري نهاردة خلاص كل الأندية عارفة نظام الدورة يبتدي إمت إمت مع حاطة الأجندة الدولية داخل الجدول بالطرق أعلنت خلاص على السيستم بتاعه وقال لك الماتش هنبتدي في شهر 8 ونقف للشهر 5 يعني أنا في نقطة كاس مصر من السنة اللي فات إيه فايدته إن أنا ألعابه كاس الأديم وكاس الجديد ما عليش أن نهارده أنت بتقول يا كابتن نهارده اللعيب النهارده كل ثلاثة يام ماتش إيه الفايدة؟ طب أنا اتفهم على سبونسر دهارده خلاص بقى كاس مصر بتاعه السنة اللي فات ده ما ليش إيه لازمة؟ أنا بشكركم شكرا جزيلا كابتن فاتحي مبروك كابتن حمد صدقي الحقيقي أنه يعني زي ما قالوا الكباتن القصة مش خط النهاية القصة مش المدير الفني الأجنبي والمدير الفني الأجنبي ورئيس الاتحاد المشرفة الأجنبي والأوفيس بوي الأجنبي هي إحنا عايزين نخلص من المسئولية المسئولية تبدأ من البداية تبدأ من تنظيم الدوري زي ما كابتن حمد قال تبدأ من الناشئين زي ما كابتن فاتحي قال تبدأ من منظومة الكرة نفسها لو ما أصلحناش الأساس ففي النهاية ده حييجي ياخد الدولارات زي الفل كده ولعيبة منهكة لعيبة مش قادرة تلعب لأنها بتلعب كل تلاتيام ماتش وده شيء غير منطقي فبالتالي النتيجة هتكون نفس النتيجة والله لو جبنا مين مورينيو لا والله لو جبنا مين هتفضل النتيجة هي هي منظومة الكرة يجب أن تنصلح وهو ده الاتحاد الكرة لازم يشتغل عليه المنظومة مش أخلص بقى من الضغط واجب لهم الأجانب اللي هم عايزينهم بشكركم شكرا جزيلا يا كباتن كابتن فاتحي وكابتن حمد أصدي بشكركم شكرا جزيلا وبشكركم عزيزي المشاهدين ماتش العلي وزناني خلص اتنين اتنين بالسلامة الحمد لله بدون أن ينزعج أحد نتقابل بكرة بإذن الله هذه لميس الحديد تحييكم أسبوع الأخير اشتركوا في القناة